التساء صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تضامن مصر حكومة وشعبا مع باكستان في ظل الظروف الصعبة والخسائر التي خلفتها تلك الفيضانات لافتا إلى تخصص مصر مساعدات إنسانية إلى باكستان للمساهمة في جهود تخفيف أثار تلك الأزمة التي يواجهها الشعب الباكستاني جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره الرئيس السيسي مع رئيس وزراء باكستان شهباس شريف لتقديم واجب العزاء في ضحايا الفيضانات وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أشاد خلال الاتصال بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين مؤكدا التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان وتبادل الخبرات في مختلف المجالات والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات أيضا ذات الاهتمام المشترك اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود تطوير البنية الأساسية من طرق ومحاور وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الرأي الحديثة ومحطات المياه والميكانات الزراعية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي بالفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من المسؤولين وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة الرئيس لمستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومية للإنتاج الزراعي والتصلاح الأراضي في منطقة تشكا جنوب الوادي وذلك في إطار الاستراتيجية الدولية لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجهرافية الكلية للجمهورية وخلال اللقاء وجه الرئيس السيسي باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في منطقة تشكا والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بالمنطقة فضلا عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية سعيا نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولية حيث قام وفد من الرؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولية بتسليم الرئيس السيسي الجائزة بالقصر الاتحادية من جانبه أكد الرئيس السيسي الامتنان لمنحه الجائزة التي تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة في تكسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذو الهمم وهي الرسالة التي تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وأنهم قادرون باختلاف وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي تعد أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأياد البيضاء على فئة ذوي الهمم وتقديرا لما يقدمه من دعم لهم وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوم اعتراف من فصال منطقتين خيريسون وزابوريجيا الأوكرانيتين وأعلنت الرئاسة الروسية في وقت سابق أن موسكو ستصادق اليوم الجمعة في الكريملين على ضم مناطق دونتسيك ولوهانسك وخيريسون وزابوريجيا الأوكرانية إلى أراضيها أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لن تعترف بنتائج الاستفتاءات التي أجرتها روسيا في أوكرانيا وخلال قمة في واشنطن جمعت قادة جزر المحيط الهادي وصف بايدن الاستفتاءات بالمهزلة وأشاد في الوقت ذاته بتضحيات الأوكرانيين من أجل إنقاذ شعبهم والحفاظ على استقلال بلادهم قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الوقت ما زال مبكرا للتكاهن بهوية المسؤولين عن التفجيرات التي تعرض لها قط أنبيب الغاز نوريد ستيرم وأضاف أوستن في مؤتمر صحفي في هواي أنه لن يتمكن أحد من تحديد ما حدث بشكل مؤكد قبل إقراء تحقيق كامل وقال أوستن أنه بحث الأمر مع نظره الدنماركية الذي أكد أن الأمر سيستغرق عدة أيام قبل أن يتمكن من تجهيز الفريق المناسب لتفقد المواقع ومحاولة اكتشاف حقيقة ما حدث على نحو أفضل أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعصير في أحدث تقرير له أن العاصفة أيان اشتدت لتتحاول إلى العصار مرة أخرى ومن المتوقع أن يقترب من ساحل ساوس كارولينا اليوم وتصاحب الأسار إيانا رياح سرعتها القصوى 120 كم في الساعة وأضاف المركز أيضا أنه قد يرتفع مستوائيا قليلا قبل وصوله إلى اليابسة ومن المتوقع أن يضعف سرعته فوق جنوب شرق الولايات المتحدة في وقت متأخر من اليوم إلى السبت نهاية موجز التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر